السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أو الآن احنا رح نحكي عن الحركة الفلكية المفصلة اللي هو ليوم السبت 22 نيسان إبريل طبعا حلقة التوقعات بتنزل بعد هاي الحلقة بساعة فعشان هيك هاي بس حلقة مفصلة للحركة الفلكية طبعا اليوم القمر موجود في برج الثور الآن هو عند بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة ورح يظل القمر موجود في برج الثور لغاية ساعات ما قبل الظهر قليل بعدها بده ينتقل لبرج الجوزاء القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الجمعة بعدها طبعا توقيت بتوقيت جرينج بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بعدها القمر رح ينتقل الساعة سبعة وخمس دقائق من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينج رح ينتقل لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في برج الثور وقلنا أنه رح يظل في برج الثور لغاية ما قبل الظهر قليل يعني تعتبر بتوقيت جرينج ساعات الصباح وبما أنه رح يظل لغاية ساعات الصباح بتوقيت جرينج في برج الثور معناته من ظلب نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقلنا ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن أيضاً شراء عقار أو الاهتمام بالعقارات استئجار بيت أجار تصليح ترميم أشياء من هذا القبيل وقضاء وقت ممتع بالبيت إما بمناسبة أو احتفال أو برفقة العائلة أما بالنسبة للزوايا الفلكية فطبعاً أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي الزاوية اللي بدأ تأثيرها اليوم هي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي زاوية تأثيراتها مستمرة من اليوم 22.4 ليوم 22.6 يعني مدتها شهرين وهي الزاوية تحديداً ذروتها من يوم 7.5 ليوم 28.5 الذروة الكاملة لإلها اللي هي بتتشكل فيها يوم 18.5 في تمام الساعة وحدة وتسع دقائق فجراً فيه أشخاص رح يسألوا يقول لك طيب ما هو أساساً من المفروض إنها هاي زاوية تسديس المشتري بالحمل وبلوتو بدله وليش عادة الزوايا المنفصلة التربيع أو التسديس أو التثليث أو أي زاوية بتبلش دائماً قبل بسبع درجات من الذروة يعني لنفترض إنه الآن بلوتو موجود على الدرجة رقم ثلاث أو درجة اثنين في برج الدلو الآن لما بصير المشتري موجود في برج الحمل على الدرجة اللي هي منسميها إحنا 22 من برج الحمل بدأ بتشكيل زاوية التربيع ماشي؟ لحد ما يوصل الدرجة اثنين من برج الثور بتكون الزاوية اكتملت لحد ما يوصل الدرجة ثمانية من برج الثور بتنفصل هاي الزاوية يعني بدأت تأثيراتها ومدة تأثيراتها رح تكون شهرين طيب إيش بتدل هاي الزاوية؟ هاي الزاوية نبهت أنا بالحلقة السابقة اللي ذكرتها عن الكسوف وعن زاوية التربيع المتشكلة اللي كانت ما بين الشمس وما بين بلوتو ذكرت إنه في شيء له علاقة بالخسارات المالية أو الأزمة هاي الزاوية اللي أنا ذكرتها الآن هي السبب الأساسي هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية ظهور عقبات غير متوقعة في المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا نافقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير إذا منتبهنا هذا بشكل عام علينا طيب دولياً بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن إنها تضر بخزينة بلد ما وبيقع اضطراب في قطاع الاقتصاد والمال بالخصوص وبتتراجع مدخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه وبتدل على وقوع أزمة على المستوى العقائدي بالخصوص إذا في هاي الفترة بتقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية في هاي الفترة وبرضو ابتقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خافية ابتهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد طبعاً بلد ما ما بحدد بلاد أنا بحكي بشكل عام عشان البلد اللي أنا فيها بتمنع أني أحكي بشكل خاص طيب شو كمان قد يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وهناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كحرائق الغابات أو الزلازل وخصوصاً في الدول التي تقع على خط الزلازل وممكن أنه يصير تجدد لنشاط بعض البركين هذا كله كل ما صارت زاوية تربيع أو زاوية سلبية ما بين المشتري وبلوتو يعني أنا مش صفيت الكلام لأنه هيك أنا قرأتها لا هاي القاعدة الثابت وهذا المعنى الثابت لهذا لهاي الزاوية صارت هاي الأحداث أو ما صارت هاي الأحداث احنا ما إنا دخل أمر الله عد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وقلنا أنه هاي الزاوية متشكلة من يوم 13 أربعة ومستمرة بتأثيراتها ليوم 28 أربعة وإحنا الآن ما زلنا في فتر ذروتها هاي الزاوية سبب إنها بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتعزز التسلط عند البعض بيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين ابتضى عاقبات في طريق نجاحنا بتسبب لنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوتنا وبرضو ممكن اللي عندهم أمراض شوي أو بيمرضوا بالفترة هاي يجو بدهم وقت لي يصير في عندهم نوع من أنواع الاستشفاء أو ممكن تتطور الأمور ويضطروا لدخول المستشفيات بتدل على وجود مؤامرة ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والأمور اللي إلها علاقة بالتعرية في الطبيعة طبعا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين عطارد وبين المريخ هاي الزاوية طبعا تأثيراتها مستمرة من يوم 19.04 إلى يوم 28.04 ذروتها يوم 24.04 الساعة 18 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج وهي زاوية إيجابية وعادة عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبائنا بتشجعنا على القيام بالمبادرات بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري تمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء الأعمال بالدلع اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد كما بتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال والقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بالميادين الرياضية وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية بشكل عام أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي برضو تأثيراتها مستمرة من يوم تسعتاش أربعة ولغاية يوم ثلاثة خمسة وطبعا هي ذروتها يوم خمسة وعشرين خمسة الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة ظهرا بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا نتحمل المسئولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب برضو بتساعدنا على النجاح وبتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية ممكن نحقق النجاح في العمل وعلاقات جيدة مع الآباء وبرضو بتدل على اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم واستقرار بصير في أمور إلها علاقة بالبورصة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة ثلاثة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك يعني الفن والديكور والتجميل أي شيء له علاقة بالفن برضو هاي الفترة ممكن أنه اللي حابب يأخذ فترة من الراحة فترة مناسبة لهاي الأمور بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا بتمنحنا كفاءة عالية جدا وخصوصا في الأمور اللي إلها علاقة بالفن والروحانيات وبالدل على حسن حال المشتغلين بالقطاع البحري والصيد والصناعات المرتبطة بالسوائل وزيادة في مردودية وتكرير النفط والصيدلي وزيادة اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة ثلاثة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة وعشرة صباحا بتوقيت جرينج لينتقل القمر ويستقر في برج الجوزاء هذا بيعني ان الفترة المذكورة اللي هي ما بين الساعة ثلاثة وواحد واربعين لغاية الساعة عشرة وعشرة صباحا بتوقيت جرينج فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشرة وعشرة صباحا بتوقيت جرينج القمر خلاص بيكون انتقل واستقر في برج الجوزاء عشان هيك من ساعة الظهر مننشط في اتصالاتنا نشعر بعنصر الحركة بيلعب دور في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد بيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بعد هاي هذا الانتقال بصير في عنا زاوية الزاوية هاي بتكون الساعة عشرة وثمانية وارفعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج طبعا تأثيرها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هاي الزاوية تثليث ما بين القمر وما بين بلوتو بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية بتدفعنا للابداع بتدل على تحولات ايجابية في الرأي العام وهي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية رح تتشكل اليوم هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وراح تكون هاي الزاوية ذروتها الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني هاي الزاوية تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ساعات الفجر تقريبا اللي هو فجر يوم الأحد من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وان لا نعتمد على الحضود فبيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجو للهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين وغير راضيين عن الوضع كثير من النقد والعناد الميلة الكآبة بسيطر علينا بالفترة هاي وبرضو بتدل على استياء الرأي العام من وضعية تتعلق بالشيوخ أو كبار السن أو المتقاعدين أو المرأة خصوصا في العالم القروي أو من بعض التعسفات اللي بيقوموا فيها رجال الأمن والسلطات الأمنية تراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والطراب في أمور إلها علاقة بالبورصة والأسهم يعني في خلال هذا اليوم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم هذولة الأكثر حساسية أما من ساعات الظهر وما بعد بصير عندنا الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية الرئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة وبرضو الشعيرات والدموية اللي هو نظام التبادل طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل إلا إذا كانت الأمور بتتعلق بالأعصاب هنا أنا شوي يعني بنبه على هاي النقطة وبرضو العضاء اللي احنا ذكرناها إلا إذا كانت عمليات اضطرارية بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والأمور اللي إلها علاقة بالجراحة ولكن بنصح هذا الأمر يكون بعد خلو المسار هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزاء معناة خلو المسار القادم بيصير يوم الاثنين أربع وعشرين أربعة بيبدأ في تمام الساعة اتناش وأربعة عشر دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة أربعة وثمنتعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة بتصير تسعة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثاور حتى يوم واحد عشرين خمسة منتحسي بنسبة ثلاثين في المية القمر في الثاور وبدو ينتقل للجوزة ورح يظل في برج الجوزة حتى يوم أربعة وعشرين أربعة الآن هو سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات ما بعد منتصف الليل بيصير منتحس بنسبة عشر في المية ساعات الفجر بيصير منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح اللي هو بعد الانتقال بيصير سعيد بنسبة عشر في المية في ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم 15.05 منتحس بنسبة 40% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7.05 منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 21.05 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% هيك منكون انتهينا من حلقتنا للحركات الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء